اهلا بحضراتكم في النشرة الرياضية اتحاد القرى بيرفض تعديل موعد نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك رفض اتحاد القرى ما يترددد حول امكانية تعديل موعد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 واللي هيجمع بين فريق الاهلي والزمالك واكد مسؤول اتحاد القرى انه لا توجد اي نية لتغيير موعد نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في 13 مارس القادم لان الظروف والارتباطات بتمنع تقديم موعد المباراة خاصة اذا وصل الاهلي للمربع الذهبي في مونديال الاندية واوضح مسؤول اتحاد القرى انه حتى اذا لم يوفق الاهلي في مونديال الاندية فانه يتم تغيير موعد نهائي الكأس لان لديه ارتباطات في افريقيا ثم كأس السوبر المصري للأفطار الزمالك بيجهز عرضا بتسع ملايين جنيه لتجديد عقد محمد عواد بيجهز مسؤول نادي الزمالك عرض جديد لتقديمه لمحمد عواد حيرس مرمى الفريق القروي الاول لنادي الزمالك وده من اجل التجديد مع القلعة البيضاء وهينتهي عقد الحارس بنهاية الموسم الجاري عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين وده هيمنعه احقية التوقيع لاي نادي اخر افطة طبعا خلال انتقالات يناير القادم وده الامر اللي دفع مسؤوله الزمالك لفتح ملف تجديد تعاقد اللاعب خاصة في ظل العرق في عرض محمد صبحي للبيع بعد ازمته الاخيرة بمغادرة معسكر الفريق وده كان قبل مواجهة فريق زاد افسي دون الحصول على اذن مسبق من الجهاز الفني ليتم معاقبته بالخصم من راتبه والاقاف مع عرضه للبيع وده طبعا كان رفقة زملائه مصطفى ازناري واحمد فتوح واستقر مجلس ادارة نادي الزمالك على تقديم عرض جديد لمحمد عواد وصل قنته الى تسعة ملايين جنيه لا سيما وان المجلس حدد سقف لرواتب اللاعبين وبيرفض تخطي هذا الحاجز ومن المنتظر ان يقدم مسؤوله القرع البيضاء عرض التجديد لمحمد عواد خلال الفترة القادمة بعدما تم تخفيضه للنصف وحصل الحارس في الموسم الاول بعقده الحالي على عشرة ملايين جديد وخمسمية ستة وعشرين الف وفي الموسم الثاني حصل على خمستاشر مليون مليون وربعمية تمانية وتلاتين الف والموسم الثالث على سبتاشر مليون وسبعمية اربعة وسبعين الف جنيه والموسمين الرابع والخامس طلق تمنتاشر مليون جنيه لكل منهما وكشف المصدر مقرب من الحارس محمد عواد حارس فريق نادي الزمالك ان اللاعب بيرحب بالفعل بالتجديد تعاقده مع الزمالك رغم تخفيض راتبه للنصف حيث بيرغب عواد في الاستمرار داخل القلعة البيضاء وعدم الرحيل بنهاية تعاقده واخيرا المصري بيحدد تلاتة وعشرين مليون جنيه لبيع مروان حمزي خلال يناير القادم اشترت مجلس ادارة النادي المصري ان لا يقل عرض بيع مروان حمزي مهاجم الفريق في يناير القادم عن تلاتة وعشرين مليون جنيه خاصة ان اللاعب انضم الى صفوف النادي المصري في الموسم الماضي بنفس القيمة المادية قادما من الزمالك وتلقى مروان حمزي عدة عروض محلية بعد عرضه للبيع وكان ابرزها من نادي سيراميكا وكان المصري قد قرر عرض مروان حمزي للبيع وده بعد سلوكه تجاه جماهير المصري في مباراة سيرمز في الدوري حيث قاموا اللاعب بالبسقة على جماهير النازي البورسعيدي خلال عملية استبداله ودي كانت ابرز واهم اخبارنا في نشطنا الرياضية النهاردة انتظرونا ومزيدة من تغطيات رياضية اخرى على مدار اليوم وشكرا لحضرتكم اشتركوا في القناة